انت بتستعبطي؟ انت بتحطينا نظام لأمر الواقع؟ مفقراً أنها وافق؟ طب والله العظيم أنا موافق وده ورائتك ووراء التحليل بتاعتك هيا غوري بقى في الستين دهي حاضر حاضر أنا على فكرة سكنة قدامك وانت أكيد الجارة الجديدة أيوه احنا لسه نقالين أول مبارح بس في الشقة هنا طب تعالي تفضلي تعالي اتعرفت بقى على حد هنا في الشارع ولا لسه ما تعرفتش على حد لا والله أنا عايشة في حال كده يعني وخلاص ما بحبش أنا احتكي بالناس قوي أحسن برضو أحسن من الإل والآل أنا برضو ما بحبش النظام ده ما شاء الله ما شاء الله دي بنتك دي؟ اسمك ايه حبيبتي؟ اسمي هانة ما شاء الله اسمها جميل وشبهك خالص ربنا يخليها لك يا رب هي برضو زي بنتي بس دي بنت جوزي وعندي كمان ولد ابن جوزي برضو مروان بس ده بقى كبير شوية عنده 14 سنة ربنا يبارك يا رب وعلى كده بقى بتجوزة بقى لك كم سنة؟ يعني بقى لك ثلاث سنين اهو معقولة وما حملتش ولا خلفتي ولا حاجة؟ لا والله ما حملتش أصلا لأن جوزي يعني أول ما تجوزني كده كان شرط علي ان انا يعني ارب العيال واخد بالي منهم وما هوش عايز يعني خلفة ولا عيال ولا اي حاجة عشان يعني ما نشغلش عن ولاده وانا والله العظيم بحبهم وبحبهم زي ولادي بالزبط بس ازاي يعني ازاي اي الشرط عليك الشرط ازاي ده؟ انت من حقك برضو تخليفي ويكون لك زرية كده على الأرض يبقى عيالك ومن لحمك ودمك كده؟ يعني ما تزعلش مني لو جرالك حاجة من مين هيوقف جنبك؟ يعني هو لو سابك؟ أولاده دول هيفضلوا معاك؟ ولا هيروحوا لأبوهم؟ لا طبعا أكيد هيروحوا مع أبوهم طيب وهتطلع كده هول وحدك من غير أي حاجة ولا عيل ولا أي حاجة؟ لا انت غلطان انت لازم تجي بلك حتى تتعيل كده بقى سند لك في الدنيا الدنيا ملهاش أمان سداي فعلا الدنيا ملهاش أمان والواحد ممكن في يوم وليل يبقى بر خالص كده؟ اه عشان كده لازم تجي بلك حتى تتعيل كده من صلبك فكرة والله فعلا اه انا ما ييجي برضو محمود جوزي هاخد رأيك كده واشوف انا فعلا عايز اعير وعايز اخلف ونفس اسمع كلمة ماما من عيال انا بقى اه ده حقك واقل حق واجب لك كمان ما ماشي امان ما ييجي جوزي كده وهو اتكلم معه واشوف هيقول لي ايه؟ ماشي يا حبيبتي اما رحنا بقى اشوف بقى ايه؟ البيت عندي زماني عيال تركبوه بهدله الدنيا تعرف العيال وقعدتهم في البيت كلها كركبة يلا مع السلام ولو احتاجت اي حاجة انا البيت اللي قدامك على طول خبطي هتلاقيني ايه فعلا انا ازاي ما كنتش بفكر في الموضوع ده وما كنتش بجيب له شيرة انا من حق برضه يا با ام ويبقى العيال دول من صلبي انا انا ما ييجي برضه هتكلم معه واشوف هيقول لي ايه؟ اكيد ان شو الله مش هيرفض يعني ما نبقى لي سنين اهو وبرب عياله وبخاف ربنا فيهم والله وبحبه ما محمود انت جيت؟ اه يا حبيبتي مالك قاعدة صرحانة كده ليه؟ يعني شايفك من على الباب وانت قاعدة كده تايها كده اعيش في موضوع كده شغلني كنت عايزة يعني اخد رأيك فيه واستسمحك فيه يعني بعد ازمك قولي حبيبتي خير في ايه؟ محمود اه انا عارفة يعني ان احنا كنا متفقين من اول الجواز ان انا مخلفش وارب العيال ولادك يعني وخلاص بس انا بصراحة النفسي يعني يتقلي يا ماما تبقى من عيالي يعني انا نفسي خلف ان شاء الله عيل واحد بس وايه لازمته يعني الكلام ده دلوقت ما احنا عايشين مع بعض بعلنا ثلاث سنين وكويسين مع بعض وانت بتاخد بالك من العيال وانا راضي ومبسوط بحياتنا كده يا محمود انا نفسي بقوم انا نفسي اشوف عيال مني انا والله العظيم هخلي بالي من عيالي وانت عارف ان انا بحبه ومش مقصرة معهم في حاجة وانت جربتني ثلاث سنين اهو عظيم انت عارفة من قبل ما تتجوزين وانا متفق معاك ومشرت عليك ان ما فيش خيف وابتاخد وسيلة عشان الموضوع ده اه اللي جد دلوقت بقى مشوش حاجة جدد غير اني نفسي بقى ليه يا عيالي نفسي اخلف لا الموضوع ده مرفوض وانا اقللك عالموضوع ده من الاول وانا متحكش عليك وكنت من الاول متفقين على كده وقصونا انت عارفة الكلام ده يعني انا ما اخلفتش معاك اي كلام وانت بقي لو سمحت انت متفق معايا على الكلام ده من الاول ما تخلفش بقى وعد كليل يا محمود يا محمود فكر بس واسمع انا مش عايز اسمع حاجة خلاص الموضوع ده تقفل ومش عايز موضوع يتفتح تاني خلاص صباح الخير ازايك عاملة ايه اه الحمد لله بخير كويسة والله الحمد لله بنعمل اه كلمت جوزك مبارح على ايه مش وقدة بالك انت الحيات تنسي الموضوع الخلفة انت تخلي فيه اه كلمت بس للأسف ازاي عقلي وبهديني وقال انه هو ماش موافق وانه هو ماش عاوز عيال وقفل السيرتر موضوع ده خالص ده راجل اناني ومبيحبش اللي نفسه ازاي يعني يعمل معاك كده وبعدين هو انت مش من حقك انك تبقى ام يا زي ما هو كان من حق انه هو يبقى اب وبقى اب لا جوزك دوت مش كده مش صريح شكله كده نوي علانية يعني ايه يعني انا مش فهم يعني انت من حقك تبقى ام ولازم تبقى ام وبعدين هو انت منع نفسك ازاي بتاخد وسيلة يعني ايو انا بستعمل وسيلة عشان ما احملش انت لازم توقفها فورا وتحطي قدام الامر الواقع وتفاجئيه ان انت حامل غزبنا عنك هتعمل ايه بقى ارادة ربنا بس ده هتعمل لي مشكلة كبيرة اول موضوع ده تفتكري كده ان هو هيوافق لما حط قدام سياسة الامر الواقع يعني اه هيعمل اي يعني هو برضو ابنه هيقولك نزليك لا انت لازم وحققتي بام فالفكرة برضو انا هعمل كده انا فعلا نفسها بام اول وخصوصا لما كلمتني امبارح انا من امبارح ما نمتش خالص وبحلم باليوم اللي ابقى حمل فيه ويبقى ليه يا ابن كده او بنت تقول لي يا مام وتبقى حتة منه ايوة حبيبتي ادي حقك وحق كله ام وكل زوجة متجوزة اللازم من حقها تبقى ام ويبقى لها عيل من نسلها كده ومن حتة من قلبها ايوة متهيئة للاحساس ده هيفرق بارده كتير اه عن اولاد جوزي طبعا يا بنتي اولادك دول حتة منك هيبقى حتة من قلبك عندك حق انا هامل زي ما قلتيل وهبطل الوسيلة اللي باخدها دي وان شاء الله بإذن الله احمل واحط قدام الامر الواقع واشوف هيعمل ايه شاطر برافو عليك يلا انا هدخل بقى اصلا خطى الاكلة عن نرحسان يتحرق ماشي ماشي اه انا هامل كده وهبطل الوسيلة اللي باخدها دي عشان احمل وبأم انا كمان اش معنى هو انا عندي ليك مفاجأة حلوة قوي هتنبسط بها خالص شوف يا محمود الورقة دي هاتي يا ست هاتي يا ست والله العظم الواحد نفسه في خبر يفرح فعلا ده ايه يا ست الورقة دي ده التحليل بتاعي لسه جاية من شوية من عند الدكتور اعملته انا اتصلت على فكرة عليك عشان اقولك ان انا نازلة بس كان تلفونك مقفول بس مقدرتش بصراحة السن قلت اراح اشوف نتيجة التحليل بنفسي الحمد لله انا حامل يا محمود انا حامل بتصطعبطي ولا ايه هو انا مش اقيل لك مش عاوج خلفة منك وسألتيني في الموضوع ده من شهرين وانا قلتلك لا او بلاش وانت بتاخد الوسيلة بتاعتك بس انا من حقها بقوم وانا قلتلك ان انا نفسها بقوم وانت مرضتش يوم وانت مش حاسس قد ايه انا مفتقدة لإحساس ده ازاي يعني ام والولاد اللي عندي دول ايه مش انت بتربيهم بتعمليهم زي امهم هاي وبحبهم كما وانا قلتلك ان انا عمر ما هفرق عمر ما هفرق ما بين ولادك وولادي وهحبهم والله وعملوا محسن من الاول كما ده متهيالك ده الكلام ده في الاول قبل ما تجيب عيال لكن سدائينا نعارف ان الوضع هيتغير اول ما تجيب عيل في ايدك هترمي عيالي يا بنت الحلال انا قلتلك انا مش عايز مشاكل ومش عايز وجع قلب اعود وربي عيالي وخلاص بس انا نفسها بقوم وعايزة بقى امي يا محمود انت ليه حرمني من الموضوع ده بقولك ايه ده اخر كلامي انا مش عايز كلام كتير في الموضوع ده واد التحليل بتاعك اهو والحمد لله ان احاملك ها لسه في الاول لسه باش حتة لحم يلا بقى اروح نزليه يا اما ما انتش هتعود معنا هنا في البيت انا بقولك اهو يعني ايه يا محمود اصدق ايه ده دنيا مش سيعاني من الفرح لما عرفت ان انا حام انت عايز مني ايه عايزنا نزله بص يا بي انت الحلال العيل اللي في بطنك ده كوم ووجودك في البيت معنا هنا كوم تاني انت لازم تختاري دلوقتي يا انا وولادي يا اما اللي في بطنك ده لكن اللي تنم مع بعض ما يمشوش مع بعض خالص ومش عايز كلام في الموضوع ده تاني ولو اخترت اللي في بطنك يبقى تليه مهدومك وتتفضلي مع السلامة تروحي بتأهلك ومش عايز كلام في الموضوع ده ده خلاص والموضوع كده اتقفت وورق الطلاق هتجيلك على البيت بس ده كمة الظلم يا محمود كمة الظلم اللي انت بتحطني فيه ده حرام عليك انت عارف الموضوع ده بالنسبة لي فرق كتير قوي وانا قلتلك والله العظيم ما هفرق ما بين عيالي وعيالك قبل كده مليون مر انا بحبهم والله زي ولادي انت حرام عليك اللي انت بتعمله فيه ده هعمل ايه دلوقتي انا بين نارين مش عارف اختار ايه اختار افضل مع جوزي وعياله هو هو اتحرم من كلمة ماما اللي تتقلي من ابني ولا بنت اللي هتيجي للدنيا والله صمم على حملي هو اتمسك بيت هو اتطلق واروح بتقاهلي هو اربيه الوحد ويتحرم من ابوه وابوه لسه في الدنيا ويا عالم هيتقدم لي حد كويس تاني واللي خلاص على كده انا فعلا محتارة ومش عارف اعمل ايه ارجوكم انساعدوني بالحل